أعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة مع نظره تركيها كامفيدان في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا وأوضحت وزارة الخارجية أن هناك جهدا مشتركا نحو دفع العلاقات بين البلدين قدما على كافة الأصعدة وتنسيقا مشتركا حول التحديات الإقليمية والدولية وهذا ويلتقي شكري خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأتي الزيارة في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز واتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية